وفي تصاعد للتوتر الحاصل بين فرنسا وتركيا على خلفية الملف الليبي وعملياتها في المتوسط دعا مسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية الحلف الأطلسي الناتو إلى التعامل مع عنقرة وسلوكها في الغضوم بدأت تركيا عملية عسكرية جديدة ضد مسلحين أكراد في شمال العراق تصدع داخلي بين الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي إثر التطورات السياسية والعسكرية والإقليمية في كل من ليبيا والعراق والسوريا تطورات تتهم أنقرة بالوقوف وراء بعضها وزراء الدفاع لدول الناتو يجتمعون لبحث آخر المستجدات على الساحة العربية لا سيما تلك التي تعيش نزاعات كالسوريا وليبيا ومؤخرا العراق طائرات حربية تركية قصفت أهداف لمقاتلين أكراد تابعين لحزب العمال الكردستاني شمالية العراق للمرة الثانية خلال أيام هذا القصف استهدف المناطق الكردية التي تريد تركيا احتلالها مثل عفرين وكوباني لكننا لن نسمح بذلك نطالب المجتمع الدولي بالتدخل بقوة لوقف هذا القصف عملية تركية داخل الأراضي العراقية تثير غضب عدد من دول الحلف الهجوم الأول نرحب بكم وبجميع جنودنا وقادتنا هناك بالحب والمودة لقد أظهرتم دائما قوة الكوماندوس الأتراك ونعتقد أن اليوم في هذه الجبال سيصنع التاريخ مرة أخرى ومسؤول في وزارة الدفاع الفرنسية يحص الناتو على اتخاذ موقف صارم فيما يتعلق بسلوك أنقر الأخير تجاه الدول الأعضاء كما اتهم المسؤول الفرنسي البحرية التركية بالاحتكاك بسفينة حربية فرنسية كانت تنفذ مهمة للحلف تأتي هذه الخلافات عقب التصعيد التركي في المنطقة وخاصة في ليبيا والبحر المتوسط قضية تثيرها باستمرار دول مثل اليونان وقبرص وإسرائيل فيما يتعلق بالتنقيب عن الغاز ومشروع استميد الذي تعمل عليه هذه الدول وللتوسع أكثر في هذا الموضوع ينضم إلي هنا في السوديو الزميل الصحفي ومراسل آية 24 نيوز عمر ربيع أهلا بك عمر عمر بداية سلوك تركيا اليوم على أجندة اجتماع حلف الأطلس وتصعيد رأينا في المواقف بين تركيا وفرنسا على إثر الملف الليبي مع كل هذا تركيا لم تتأثر وتقود جبهات أخرى في العراق وتعلن عملية عسكرية أخرى فكيف سيؤثر هذا السلوك على اجتماع الناتو اليوم طبعا الناتو هو منظمة كأي منظمة عالمية أخرى أو دولية أخرى في داخلها هناك اختلافات في وجهات النظر على سبيل المثال ما تعتقده فرنسا وألمانيا أو دول أوروبا بشكل عام ليس بالضرورة يمثل الولايات المتحدة والولايات المتحدة هي أكبر دولة في الناتو من حيث تحمل عبء الخزينة والمصاريف ولذلك فإن الكلمة الأقوى في داخل هذا الحلف هي للولايات المتحدة التي شهدت أيضا توترات مع باقي أعضاء الحلف منذ اعتلاء دونالد ترامب السلطة في البيت الأبيض وبالتالي فإن هذه التصريحات ستؤثر على كمة الناتو التي ستجري اليوم الأربعاء وأيضا غدا الخميس ولكن إلى أي حد يمكن أن تؤثر أنا أشك لأن الولايات المتحدة حتى الآن لم تتخذ موقف من التدخل التركي في ليبيا أمين حلف الناتو وحتى الإدارة الأمريكية في تصريحات مؤخرا تجنبوا ذكر الدور التركي بصريح العبارة في ليبيا وأدانوا التدخل الروسي فلماذا هذا التجنب؟ لماذا تحييد الدور التركي علنا وتدخل الأجنبي في الملف الليبي؟ أولا أنسام علينا أن نضع الأمور في سياقها الصحيح تركيا هي بشكل عام دولة تحب التوسع وهذا ليس الجميع يقول أن هذا الأمر مقتصر على أردوغان لا تركيا منذ نشأتها منذ نشأة الجمهورية الإسلامية بل الجمهورية التركية عفوا وهي تعتقد بهذا الأمر نحن رأينا في السبعينات كيف تركيا دخلت قبرص نحن نرى كيف تركيا تمنح رعايتها على الإيغور وهم أقلية تركية أو تركمانية دعينا نقول نحن نرى كيف أن تركيا تبسط رعايتها على المسلمين في أوروبا كل هذه الأمور يجب أن نضعها في سياقها الصحيح وهو أن تركيا تحب يعني من وجهة نظر الدول الأخرى هذا يسمى تدخل تركي في شأنها الداخلي ولكن من وجهة نظر تركيا هي تقوم بلعب دور الراعي للأقليات التركمانية أو الإسلامية في الدول هناك مصالح أمريكية مع تركيا لتفكيك الاتحاد الأوروبي عبر الزج بتركيا بطريقة ما بالطبع وأيضا الولايات المتحدة تريد الحفاظ على تركيا وعدم خسرانها بشكل نهائي خصوصا بعد الأزمة في S-400 منظومة الدفاع الجوي الروسية الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال في وقت سابق أن حلف النيتو بيت سريريا وفي نفس الوقت الرئيس الأمريكي ترام غير راضي عن هذا الحلف وبالدليل اتهاماته لبرلين بالتقصير اتجاهه وسحب ونيت وصحب الجنود من ألمانيا فهل برأيك السلوك التركي سيكون الأمر الأخير في هذا الناش؟ أنا أستبعد مثل هذا الأمر الناتو ما زال قويا الناتو هو أكبر حلف عسكري لجميع الدول على الرغم من أن التصريحات تهاجم هذا الحلف إلا أن جميع الدول بنهاية المطافهم بحاجة إلى مثل هذا التكتل الكبير التصريحات بالعادة من قبل السياسيين خصوصا هي في واد أما الأفعال والنية الصادقة هي في واد آخر ليس كل ما يعتقده أو ليس كل ما يصرح به السياسي يعتقده بالضرورة هناك منورات إعلامية يلجأ إليها وخصوصا ترامب يعني بمثل هذه الأمور نحن رأينا ترامب كيف حينما يلطقي برئيس كوريا الشمالية كيم جينج أون يثني عليه هل هو بالضرورة يعني بالطبع يثني عليه؟ لا كل هذه الأمور هي فقاعات أهلا شكرا جزيلا لك على هذه المدخلة